اشتركوا في القناة كما تلقت الهيئة 15 ملف منطقة ضحية في جهة سليانة وتتزم الهيئة بكشف الحقيقة حول الانتهاكات تبقى لمقتضايات الفصل 4 من قانون العدلة الانتقالية وذلك بتحديد هذه الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها إضافة إلى تحديد المسؤولين عن ارتكابها والنتائج المترتبة عنها كما يقتضي الفصل 48 من قانون العدلة الانتقالية على الهيئات القضائية وقف النظر في النزاعات المنشورة أمامها بمجرد تقديم طلبات تحكيم أمام هيئة الحقيقة والكرامة غير أن القضاء العسكري رفض احترام هذا الفصل رغم عديد المراسلات الموجهة له من الهيئة بل وأصدرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بتاريخ 24 أود 2017 بلاغا اعتبرت فيه أن عقد الهيئة جلست استماعا علانية حول أحداث الرش هو خرق لمبدأ سرية التحقيق ونبه وكال الدولة العام بالقضاء العسكري بأن مبدأ استقلال القضاء يقتضي ابتناع كافة الصلاة ومختلف الهيئات عن التدخل في الملفات المعروضة على أنظار المحاكم استغربت هيئة الحقيقة والكرامة هذا البلاغ باعتبار أن الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدلة الانتقالية وتنظيمها ينص كالآتي يعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لأجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها كما أن الفصل 148 من الدستور يلزم الدولة بتطبيق منظومة العدلة الانتقالية وهذا يسر على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يكشف بلاغ القضاء العسكري رفض التعاون مع الهيئة وخرق دستور وقانون العدلة الانتقالية وهو ما ينتبق كذلك على ملفات أحدث الثورة كما صرح الناتق الرسمي للقضاء العسكري في جنف 2017 برفضه الاستجابة لطلبات الهيئة للنفاذ للملفات المنشورة أمامه وهو ما يمثل خرقا فاضحا للفصول 40 51 52 53 من قانون العدلة الانتقالية الذي يمنح للهيئة صلاحية الاتلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القارارات الصادرة عنها في الأثناء قامت هيئة الحقيقة والكرامة في إطار التحري في ملفات أحداث الرش بالاستماع للضحايا الذين أدعوا ملفاتهم لديها كما استمعت للشهود الذين لم يودعوا ملفات واتطلعت على تقرير اللجنة المستقلة في أحداث الرش كما اطلعت على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول هذه الأحداث غير أن الهيئة لم تتمكن من النفاذ للتقرير وزارة الداخلية بعد الأحداث رغم عديد المراسلات الموجهة للوزارة في الغرض قبل عديد الشهود لإدلاء بشهاداتهم أمام فرق التحري بالهيئة وهو ما ساهم في الكشف عن جزء هام من الحقيقة غير أن الهيئة سجلت رفض بعض الفاعلين في أحداث سليانة لإدلاء بشهاداتهم وخاصة الأمنيين والنقابيين وبعض السياسيين وهو ما يمثل خرقا للفصل السادس والستين من قانون العدلة الانتقالية الذي ينص على واجب الإدلاء بالشهادة أمام هيئة الحقيقة والكرامة احدثت ولاية سليانة سنة 1974 وهي تقع في الشمال الغربي لتونس على مسافة 125 كم من العاصمة تنقسم إلى 11 معتمدية وتضم 86 عمدة ويبلغ عدد سكانها 223 ألف نسمة سنة 2014 في حين كان عدد سكانها 245 ألف نسمة سنة 1994 و 235 ألف نسمة سنة 2004 حسب نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2014 بسبب الهجرة الداخلية تتميز الجهة بعراقة تاريخها حيث كانت ملتقى للحضارات كالحضارة النومدية والبونيقية والرومانية والبيزنطية والعربية وقد كانت مركز حكم إقليمي للقائد حنبال في زاما أو جاما كما كان للجهة حضور بارس في مختلف الأطوار التي عاشتها البلاد في العصر الحديث حيث شرك سكانها في ثورة علي بن أغذاهم سنة 1864 كما يعد المؤرخ والمصلح أحمد بن أبي الظياف أحد أعلامها الذي سهم في إغذاء حركة النهوض والإصلاح في القرن التاسع عشر وسهمت الجهة في مقاومة الاستعمار الفرنسي منذ 1881 من خلال ثورة علي بن عمار العياري وفي تحقيق الاستقلال الداخلي على إثر المعركة التي دارت بيشبل بارغو في 13 نوفمبر 1954 والتي تكبد فيها المستعمر الفرنسي خسائر بشرية هامة تحتوي سليانا على موارد طبيعية متنوعة منها مساحات شاسعة لإنتاج الحبوب وغابات وبها أربعون موقع من المدخرات من المواد الإنشائية كالرخام والحجارة والرمل وتحتوي على ما لا يقل عن 1800 موقع أثري تاريخي ويوجد في الولاية أكبر مغارة في العالم وهي مغارة عين الذهب تقليديا تعتبر ولاية سليانا جهة معارضة وكانت محسوبة على الشق اليوسفي في الصراع البرغيبي اليوسفي ومن ثم على طيارات سياسية أخرى معارضة كما أن المنطقة ضمت على مر التاريخ عديدا من رموز المعارضة للأنظمة المتعاقبة على البلاد التونسية ورغم ما تزخر به المنطقة من ثروات وموارد طبيعية ومناطق أثرية فهي تعاني التهميش السياسي والاجتماعي والاقتصادي حيث جاءت في أسفل مؤشر التنمية الجهوية سنة 2012 يتسم الوضع الاجتماعي بسليانا بارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت المعدل الوطني وفاقت السبعة عشر بالمئة وأدى الفقر إلى ارتفاع هجرة ونزوح سكان الولاية حيث تراجع عدد السكان من 245 ألف نسمة سنة 1994 إلى 223 ألف نسمة سنة 2014 وتعود هجرة سكان الولاية إلى غياب أدنى مقومات العيش الكريم من تعليم وصحة وبيئة وبنية تحتية تبلغ نسبة الأمية في سليانا أكثر من 32% وتتفع النسبة إلى 40% في كسرى والروحية فيما تحتوي الولاية على مؤسستين جميعيتين فقط وتعد المؤشرات الصحية بسليانا ضعيفة مقارنة بالمستوى الوطني حيث تفتقر الولاية للتجهيزات الضرورية فضلا على تراجع عدد أطباء الاختصاص في القطاع العام من 42 طبيب سنة 2011 إلى 31 طبيب سنة 2015 ولا تحتوي إلا على مركز واحد لتصفية الدم وعلى مستوى شبكة الطرقات فإن أكثر من 80 ألف كيلومتر من الطرقات الجهوية والمحلية بالولاية غير معبدة بالإضافة لنحو 20 ألف كيلومتر من الطرقات الفلاحية وذلك رغم أهمية هذه المسالك في دفع القطاع الفلاحي كما إن ربط سليانا بالولايات الأخرى كجندوبة يتم عبر المرور بولاية الكاف وهو ما يعد من نقائص البنية الأساسية في سليانا تفتقر ثماني معتمديات إلى محطات تطهير كما تشكو سليانا من تلوث مياه الأودية التي أصبحت مصباً للمياه المستعملة فيما بلغت نسبة الأراضي المهددة بالإنجراف والتصحر 72% ولا شك أن ارتفاع معدلات الفقر تعود من جملة أسبابها لارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 17.6% سنة 2015 وتتجاوز هذه النسبة 27% في معتمدية الروحية ويعود ذلك أساساً لعدم الأخذ بعين الاعتبار للخاصية الجهوية للمنطقة لا سيما في المجال الفلاحي والصناعي عند رسم الدولة لخياراتها ومخططاتها التنموية رغم أن سليانا تعد منطقة فلاحية بامتياز وهي التي تضم 431 ألف كيلومتر من المساحة الصالحة للزراعة فإن القطاع الفلاحي ظل مهمشاً وضعيفاً مردودية لعدة أسباب منها المردودية الضعيفة للأراضي الفلاحية الدولية الموضوعة على ذمة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية كما يعد القطاع الصناعي ضعيفاً ويعود ذلك خاصة لضعف شبكة الطرقات التي تربط الولاية بالإخاليم المجاورة مما جعل مواقع الإنتاج تعيش عزلة وهو ما أدى إلى ضعف جذب الاستثمارات بالمنطقة ورغم ما تسخر به سليانا من معالم أثرية ومحميات طبيعية فإن الاستثمار في مجال السياحة ظل غائباً سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص الذي لا تتجاوز نسبة استثماره في هذا المجال السفر فاصل ثلاثة بالمئة تعود المشاكل التنموية في جهة سليانا للمركزية المفرطة ولسعوبات مختلفة حيث بلغ عدد المشاريع المبرمجة لسنة 2012 لفائدة سليانا 346 مشروعاً بكلفة جملية تقدر بحوالي 222 مليون دينار غير أن عدداً هاماً من هذه المشاريع واجه عدة عراقيل منها عراقيل إجرائية مرتبطة أساساً بإجراءات الصفقات العمومية بطء في إنجاز المشاريع عدم توفير الاعتمادات وهو ما أدى على سبيل المثال إلى توقف إحداث متحف أثري الصعوبات المتعلقة بالإشكاليات العقارية صعوبات متعلقة بتوقف بعض الأشغال من قبل المقاولين مما أدى إلى فسخ العقول وإعادة طلابات عروض جديدة عزوف المقاولين عن إنجاز بعض المشاريع وذلك بالإضافة للعراقيل المرتبطة بالوضع الأمني ولمواجهة هذه الصعوبات إنعقدت بمقر ولاية سليانا بالتاريخ 7 نوفمبر 2012 جلسة عمل لمتابعة سري ونطق إنجاز المشاريع الأمومية حيث بلغ العدد الجملي للمشاريع المتعطلة حينها 27 مشروعا بكلفة 51.7 مليون دينار ومن بين المشاريع المغطلة التي تم تداولها وتقديم مقترحات لإنجازها مشروع أحداث منطقة صناعية بالكريب بكلفة تناهز 3 مليون دينار عشر مشاريع في القطاع الفلاحي بكلفة جملية تقدر بحوالي 5.4 مليون دينار ثلاثة مشاريع في قطاع التطهير منها تجهيز محطة تطهير ببعرادة وإنجاز أخرى بمكثر وجميع المشاريع بكلفة 12 مليون دينار أربع مشاريع في قطاع الطرقات والجسور منها تهذيب الطريق الجهوية رقم 80 وجميعها بكلفة تناهز 17 مليون دينار ثلاثة مشاريع في قطاع الصحة منها بناء قسم لطب النساء والتوليد بمستشفى مكثر تبلغ كلفتها الجملية 2.6 مليون دينار مشروع بناء متحف وحديقة أثرية بسليانة متوقف لعدم توفر اعتمادات بقيمة 800 ألف دينار وتم وقتها إدراجه ضمن المشاريع الثقافية لسنة 2013 وعلى غيران المشاريع الأمومية تشابه الاستثمارات الخاصة في سليانة صعوبات جمة حيث ورد سنة 2012 على لجنة متباعة المشاريع بوزارة التنمية الجهوية 15 مشروعا معطلا في ولاية سليانة وتتمثل أهم الإشكاليات التي تعرض لها المستثمرين تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين هيكل التمويل صعوبات في التمويل منها عدم قدرة عدد من الباحثين على توفير التمويل الذاتي نقص البنية التحتية الصناعية شهد شهر نوفمبر 2012 بعد تحركات احتجاجية في عديد الجهات من البلاد مثل سيدي بوزيت وقفصة والقسرين وقابس والكأف ارتبطت جميعها بالتهميش والبطالة الذي تعانيه هذه المناطق وساهمت عديد الأسباب في تأجر الاحتجاجات وانفلات الوضع في سليانة في نهاية شهر نوفمبر 2012 منها شعور بالظلم والتعاوات الدائمة لتحسين الأوضاع التنموية علاوة على حالة الاحتقان بسبب اعتقال شبابا من الجهة دون محاكمة في حكومة قائد السبسي على خلفية احتجاجات 2011 والتي تعرف بقضية 106 ما زاد حالة الغضب حدة في مدينة سليانة هو نتائج مناظرة التعليم الأساسي إذ كان نصيب ولاية سليانة سبع منتدابين من ضمن 1500 منتدب أي بنسبة 0.58% أما بخصوص مناظرة التعليم الثانوي لم يتجاوز نصيب سليانة سوى الـ 12 منتدب من مجموع 1500 على المستوى الوطني أي بنسبة 0.1% تمثلت شرارة الاحتجاجات في خلاف حصل يوم 21 من نوفمبر 2012 من الكاتب العام للولاية والكاتبة العامة للنقابة الأساسية بالولاية تحول إلى اعتداء مادي على الموظفة اعتبره الطرف النقابي إيهانة من قبل السلطة الجهوية والوالي بالذات اقتحم محتجون نقابيون مكتب الوالي يوم 22 من نوفمبر بعد أن أعلن الاتحاد الجهوي للشغل يوم إضراب مطالبا برحيل الوالي أعلن عن إضراب جهوي يوم 27 من نوفمبر وانطلقت في هذا اليوم مسيرة حاشدة نحو الولاية وتساعد الاحتقان بين رشق بعض المتظاهرين لمبدأ الولاية بالحجارة وبإلقاء القوارير الحارقة المولوتوف محاولين اقتحامها من جهتها استعملت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والهروات ضد المتظاهرين أوفدت بزارة الداخلية تعزيزات أمنية كبيرة من عدة جهات على غرار تونس العاصمة باجا، كافسا والكاف ضم تادة فرق أمنية أساسها وحدات التدخل وفرق الأمن العمومي وذلك منذ يوم السادس والعشرين وعين مساعد المدير العام للأمن العمومي في وظيفة القائد الميداني للعمليات بسليانا والذي يرجع له النظر في كل القرارات الميدانية وفق الإجراءات المعمول بها سجل حرق مركز الأمن الوطني بسليانا في ذلك اليوم من قبل المتظاهرين في المساء تم استعمل الرش بكثافة لأول مرات من مسافات قصيرة كما استعملت قوات الأمن الغاز المسيلة للدموع الذي وصل للمنازل في الأحياء المجاورة للولاية وهو ما سبب أضرارا للنساء والأطفال تواصلت المطاردات الأمنية ليلا في الأحياء الشعبية حي الطيب لمهيري وحي لمسيكنا وحي صلاح وألقى خلالها أعوان الأمن بعض القنابل الغازية داخل المنازل والمحلات المغلقة وسجلت حالتها إجهاض ناجية شعيلة وهادية البرقاوي نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع سجل إسابة العشرات من المتظاهرين في مناطق حساسة من الجسم وخاصة على مستوى الوجه والظهر نقيل إلى المستشفى الجهوي ثم إلى معهد الهادي الرئيس للأمراض العيون بتونس بالنسبة للحالات الخطيرة اتخذ وزير الداخلية قرر وقف استعمال الرش على إثر توافد الضحايا المصابين بالرش إلى مستشفيات تونس العاصمة واصلت القيادة الأمنية استعمال الرش بكثافة وشهدت سليانا سقوط عدد مكثف من الضحايا جراء الاستعمال المفرط للرش تواصل الإضراب العام الذي وقع اتخاذه من طرف الاتحاد الجهوي للشغل بسليانا وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام مقر الولاية احتجاجا على الحملة الأمنية التي استهدفتهم في الليلة الفارضة تعرض بعد الظهر الصحفي حمد تليلي ودافيد تومسون مراسل قناة فرانس فانكاتخ خلال تصويرهم للأحداث إلى إصابة بالرش بنحو ستين حبة استقرت معظمها بظهر تومسون كما تعرض الصحفي عبدالسلام السمراني إلى كسر يده اليمنى جراء ضربه من طرف عون أمني بالزي النظامي قام رئيس الحكومة السيد حمد الجبالي بتصريح زاد من الاحتقان في الجهة قامت مجموعات من الشباب بغلق بعض الطرق والمنافذ المؤتية إلى مدينة سليانة بواسطة حجرة كبيرة الحجم والعجلات المططية المشتعلة في معتمديات مكثر والعروسة وبرقو لمنع التعزيزات الأمنية الآتية من عدة جهات سجلت إصابات في صفوف قوات الأمن أمن عمومي وحدات التدخل حرص وطني 131 كدمات وثلاث كسور حسب مصادر أمنية في منتصف النهار وصل وفد من وزارة الداخلية بقيادة كاتب الدولة سيد سعيد المشتشيشي وحاول التحاور مع ممثل الاتحاد الذين رفضوا الحوار بسبب المعالجة الأمنية للتحركات الاحتجاجية الناتق الرسمي لوزارة الداخلية سيد خالد طروش أكد حرق ثلاث مراكز للأمن والحارة الوطنيين مركز الأمن الوطني ببعرادة مركز الأمن الوطني بمكثر ومركز الحارة الوطني ببرويس حرق جزء من معتباتية مكثر اقتحام القباضة المالية بمكثر ونهب محتوياتها تواصل الإضراب العام في ولاية سليانا لليوم الثالث على التوالي والتنديد بالتسريحات الرسمية ذات العلاقة بالأحداث الجارية في الجهة والتي اعتبرها الأهل استفزازية ومهينة تحول عدد من السياسيين إلى سليانا تضامنا مع أهالها وسجل خلال هذا اليوم انسحاب قوة الأمن من محيط الولاية انتظمت مسيرة رمزية للمحتجين وهم يغادرون المدينة في إشارة لعدم البقاء في الولاية في ظل عدم الاستجابة لمطلب إحفاء الوالي أقالت الحكومة يوم 1 ديسمبر والي سليانا استجابة لمطالب المحتجين وسعيا منها لتهديئة الأوضع أوجبت مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة بمقتضى قرار الجمعية العامة في 17 ديسمبر 1979 في فصلها الأول على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تأدية الواجب الملقع على عاتقهم وذلك بخدمة المجتمع وحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية مع وجب احترام الكرامة الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان واشترت تلماتة الثالثة من المدونة على ضرورة توفر شرطي الضرورة القصوى والتناسب عند لجوء هذه القوات لاستعمال القوة مقابل تفعيل مبدأ المسائلة القانونية للموظفين المخالفين لهذه الشروط لقد جاء القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جنفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر متماشيا مع ما ورد في مدونة قواعد السلوك الأمامية من خلال الرابط بين استعمال القوة وشرطي الضرورة القصوى والتناسب هذا وقد ضبط النص في الفصل 21 الطرق المعتمدة في تفريق التجمهر بالقوة واعتمد فيها أسلوب التدرج تبدأ بالرش بالمياه والمطاردة بالعصي الرمي بالقنابل المسيلة للدموع إطلاق النار في الهواء إطلاق النار سوب الأرجل وإطلاق النار مباشرة نحو المتجمهرين في صورة إصرارهم على بلوغ مقصدهم بالقوة وبالعودة إلى الشهادات التي استقيناها فإنه لم يتم احترام ما ورد بهذا القانون ذلك أن قوة الأمن لم تعتمد أسلوب التنبيه على المتظاهرين بضرورة التفرق كما أنها لم تعتمد التدرج في استعمال القوة بل أثرت على ملاحقتهم في الأنهج والشوارع البعيدة عن مقرات السياة التي كانوا يحرسونها مستعملة في ذلك الغاز المسيل للدموع بصفة مفرطة وإطلاق رصاص الراش المحرم دوليا صدقت تونس على اتفاقية جونيف المتعلقة بحضر أسلحة دقليدية معينة وللبروتوكول الأول متعلق بالشضايا وذلك دون تقديم أي تحفظ وبذلك تكون الدولة التونسية قد ألزمت بحضر استخدام هذه النوعية من الأسلحة على البشر حسب كل الإفادات التي تلقتها الهيئة وما تم معاينته تمكنت الهيئة من استخلاص ما يلي بدراسة أماكن تواجد الضحايا عند إطلاق النار يتبين أن هناك طابع عشوائي لاستعمال الرش وفي وضعيات لا تتوفر فيها شروط الدفاع الشرعي عن النفس ولا واجب حماية المقرات السيادة والمرافق العمومية ثبوت استعمال الغاز المسيل للدموع أثناء وبعد إطلاق الرش يفيد بأن استعمال الرش لم يكن ضرورة حتما نفذ الغاز معظم الإصابات كانت مباشرة في الوجه وفي الظهر وزاوية الرماية كانت تستهدف فردا بعينه أي أن الرامي كان مباشرا مما يؤكد أن الأعوال لم يكنوا في حالة دفاع شرعي عن النفس نوع الظخرة المستعملة هي تصنف كذخرة انشطارية وهي محرمة تونسيا ودوليا العيار المستعمل هو عيار 12 وهو نفس العيار الذي يخول استعمال الرصاص المططي الأقل خطورة قطر كل واحدة ما بين 2.25 ملي متر و2.5 ملي متر أغلب الأعوال الماسيكين لبنادق الرش هم من الشبان حديثي تخرج في حين أن استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة يتطلب خبرة ومستوى عال من ضبط النفس والتدريب لقد تم إدراج نوع جديد من الظخيرة في عمليات حظ النظام ومكافحة الشغب دون بيان ظوابطه الإجرائية والقانونية السلاح المستعمل بندقية صيد بندقية بالمضفة شوتغان أو شوزن والنوع المستخدم في أحداث الرش هو النوع النصف آلي والتقليم بالمزلاق ورصاصات هذا السلاح متنوعة وتختلف في العيار والسرعة والمدى ولكن إجمالا تتكون معظمها على كرات من الرصاص إتفاوت حجمها وعددها حسب نوعية الاستخدام كما يمكن استخدام الرصاصات الأحادية من 3 إلى 4 متر كرات الرصاص تكون مجتمعة عند انطلاقها تركت الأحداث أضرارا جسيمة على الضحايا تبقى ما ورد بالتقرير الرسمي للحكومة وبقية الأجهزة الصحية ليوم 20 نوفمبر 2012 حيث بلغ عدد الضحايا 338 تم قبولهم في المستشفى الجهوي ومن بينهم 30 حالة خطيرة تم نقلها إلى الحاصمة منها 14 حالة خضعت لعملية جراحية فيما تم توجيه أربع حالات إلى الخارج توجهت الهيئة بعديد المراسلات إلى وزارة الداخلية لإدلاء الأمنيين بشهاداتهم حول أحداث الرش ولكن الوزارة رفضت الاستجابة لذلك كما رفضت مدى الهيئة بالتقرير الذي أعدته في الغرض هبطت من الواجه هبطت في نسبولا بطريقة ذاك ضربوني المراهولة بالمطرق في أخر النهجة ذاك ومبعدة عديت لينها تم بوليسية مغادي وثم العباد النهجة ذاك كلها معبد بالعباد في الظبط فم بناية مضربة بالغاز للآمن مغادي قلتك مسكرين مغادي عتدوا علي المرة الأولى مغادي تفهم فيها أم لا؟ بعدها تعديت في الطريق والعباد جت من هنا تسكرت هذي كلها بالعباد ثم بارتية متاحاك فين البوتيك مغادي وثم الترونش الأخرى قدموا فين البوتو هذي فهمتني أنا هزيت لبنية من هنا الخطر يجري لها ظاهر ما يشيلها بالشكل هزيتها بعتها لكوان غادي بضبط وعلى دورتي دورتا كيت لفتت نحس كنا موسى ضربتني في عيني وشوف الدم كيف يشعبت من عيني أنا في حي سكن هنا تابعا ما ثامش معقرة سيادة لهم كنت ضربت لهنية في عيني حتى كيجو حابو لعباد تسعفني معاتها الحاكم بقا يضرب فيهم بالرش وكل شي بقيت مطايش لهنية في القرابة نص ساعة لما جو هزوني معاتها ودمي وكل شي في عيني عندي 14 كعب رش في وجهي كعبتين في عيني عملت ربع عمليات في فرانسا وزوز عمليات في بلجيكيا وعملية في تونس في هذو ما امتدوا من من أربعة ديسمبر من نهارة التضربت عملت عملية في الهدي الرايس معتها أغلاق الثقب وبعد مشيت لفرانسا عملت عملية لحساب الدولة والاقيم معتها خمسة عمليات تكفلت بهم واحدة على حسابي الخاص خرجت العباد من الولاية خرجت خرجهم الأمن وبدأ يضرب فيهم بالكروموجين ووقتها العباد هربتها رجعت التالي هربة من الكروموجين من الواعد وأنا داري مقابل الولاية معنا فهمتيني؟ بحكم داري مقابل الولاية الكروموجين شطلوا تعدى للدار جاوزتي موجودة في الدار معنا حكم الواعد وهي وقتها حبلة وواعد وقع لها في الشهر السابع قع لها إجهاء مهر سمانية وعشرين نوفمبر الفين واثناش تضربت في البلاسة هذي هو واقف لهنا وأنا واقفة بحضة تاكسي سفرة بحضة البوتو وضربني هم بعض جاي يجري بش يزدي اضربني بالرش بسلاح كي أنا طاح تجي وجمعها بالتوكتك ما فهم مش هامبيلونس ما خروش لامبيلونس تدخط جاي وجمعها بالتوكتك وليدا حليل هزوني حتى الرمب والسامبلا مو غادي كجيت لامبيلونس باش هزوني الاسبيتار عملوا للإصعافات الأولى كان يتصور أنه بش يوقع بش يتمارس علينا هاك الممارسة هذيكة ونضربوا بالرش العباد كان تجري ما يش فاهمة اللي كان يجري قدام ولي كان يجري التالي وهذاك علاش كان ثبته في الحالات اللي تضربت بالرش نشوفه معظمة ضربت متالي ولي تضربوا في وجوهم كانوا في حالته ما كانوش في حالة هجوم كانوا في حالة هلع وكانوا في حالة موش في صدقين إش قاعد يوقع ولي تضربوا من تالي كانوا في حالة فرار هاربين اللي شفناه أنه خاصة النهار الثاني وأنا كنت في المستشفى وجاوا بداوجوا الضحايا الضحايا جاوا في أوقات متقطعة يعني أنه كان الأمعان وكان الأصرار على أن نستاذوهم في الأحياء كل وهذه الرمزية اللي يحبوا تواجهان وزارة داخلية وقتها أنه رانا نتابعوكم في أي بلاس عملت 5 عملية عملت 3 عملية على عيني هذه وركبت على عادسة خطر ما عادس وعيني الأخرى ما عادس الدرت خرجت عليها لفرنس وزيت اعملت عليه عملية وما نجحت ليش عملت في تونس ليسوز عمليات ما نجحت ليش قالوا لي رايي ما عادش فيها شبكية ضربت برش عملت سيكاتريس كبيرة هيا، هذه اليمين زيت عودت رجعت البلجيكي مرة أخرى فاني تمت بيب بيه يحكوا عليه بعد كي مشيتلو قال لي تارق رو سايم يعني الشبكيت ضربت برش عمت سيكاتريسة كبيرة قال لي راي ما عدس فيها وعلى حساب شكون؟ لا حساب الدولة نعم او بعد عمام بعد من رمامو يرجعون عندي رونديفو يعني في فرنسا وفي بلجيكي ما رجعون ليش إذي 2014 مشينا بالربعة خلطنا حكاية مساعتين غاديكا السليانة دي جا من قبل ما تخلت بسليانة بثلاثين كيلومتر باربعين كيلومتر ترقى الكيسات كلها مسكرة يعني سعيب حتى بش تخلت السليانة كي خلطنا السليانة نلقاوا بلاد فارغة كان الحجر كان الحاكم كان القاز بلاد عبارة ذكرني فيامات الثورة في تونس 2011 وقت اللي خلطنا حطينا الكرهبة قدام المنطقة بتاع الحارس المنطقة ما فيها حتى شي نعبي التعاركين مع البوب اللي رنفور اللي جاء ما تعاركوش مع الحارس الحارس فارغة حطينا كرهبتنا قدامه رجعت للكرهبة هزيت الكاسك بتاعي وتاع دافيد لبسنا الكاسك ومشينا وقت اللي مشينا حاسير ملاجم ليش نخطو الامن امن يضرب مقابل ونحنا لجينا بالزهر مع شيرة المواطنين وحنا مع المواطنين يعني قاعدنا المواطنين يضربوا بالاحجر نحنا في وسط الكيس وواحد جينا يوري يعرف يروح ويوري فينا شوفوا شوفوا الرش شوفوا بدني هو مسكين بزيلي يعرفينا ويضربونا بالرش وقت يضربونا ضربتين مبعظهم هما وانا عاتي بظهري انا ودافيد جاني في جاب ربي وجوهنا بالكاسك يحمينيها جاني في ظهري وفي ظهر دافيد وهو تطل يعرف يروح يوري فينا في الرش تضرب عاو تضرب من روخها بالرش فهمت نهاريتها ما فهميش برشة قاس هذه اللي قتلك عليش قتلك الحاكم تبلوكا غادي ما عاش عنده حتى مواياه اخر بشي ضرب به خلاف الرش نتاور فهمت وقت يدخلنا اللونه جاكية مع العبيد نصوره عبيد صحيح كل مرة يجيبه واحد مضروب كله دم شاي في عينيه شاي في بدنه شاي في وجهه عبيد ضرت بالكديب الرش ضرت بالكديب بالكديب لأ خاطر لأ حتى وقتها كينا حكيه مع البوليسية عبيد تقول لك روح عندي ثلاثة يام حتى كاسكروت ما نجمش خلط لنا فهمت كي واحد مخلطهش كاسكروت زي ما بشتخلط له الغاز ولا بشتخلط له الرش والكارتوج اختبارات معني ها للهذومة من الضررين من المراش هو دجا ما تنجم تعمل اكس بي اختيز ولا ما سي الحالة ووصلت لاستقرار هو رصاص صغير على الأخر ينجم يكون حتف العين ولا حتف تحت الجلدة تحت الجلدة متاع الوجه هو كل انتي والحالة انتي وين وصل معني ها ينجم العين ما تتضرج كيما ينجم يعطينا أضرار كبيرة برشا في بعض حالات وصلت الفقدين البسار موسيقى 25% موسيقى 56% موسيقى ولمشان موسيقى شكرا